بحث سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشبابي والرياضة مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة سبلات عزيز التعاون المشترك بين المملكتين في الجانب الشبابي والرياضي جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة تحت شعار تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة في جدة وأشهد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تطور وتقدم في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من دعم متواصل من قبل صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين مؤكدا حرص مملكة البحرين على تأطير العمل الشبابي والرياضي مع المملكة العربية السعودية وتبادل الخبرات وتنظيم البرامج المشتركة ومن جانبه أشهد صاحب السمو الملكي وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين المملكتين الشقيقتين في مختلف المجالات مؤكدا على أهمية زيادة حجم التعاون بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي موسيقى 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 موسيقى